يخلص عندنا بعد كل هذه البيانات العقيدة السليمة مدارها مدار إمام زماننا العقيدة السليمة هي العلاقة السليمة مع الحجة بن الحسن هذه العقيدة هي التي تكون سببا لنجاتنا في الدنيا ولنجاتنا في الآخرة كل التعابير التي مرت تتحدث عن هذه الحقيقة الحكمة معرفة الإمام هل عرفت إمامك حسبك إذا لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه إلا الله القلب الذي يلقى صاحبه ربه وليس فيه أحد سواه هذا هو القلب السليم بحسب تعريف صادق العترة صلوات الله عليه كل المضامين التي مرت تصل بنا إلى هذه النقطة القلب السليم القلب الذي يشتمل على العقيدة السليمة والعقيدة السليمة هي العلاقة السليمة مع إمام زماننا إذن هذا هو المدار وهذا هو الأصل وهو تطبيق علمي دقيق وتطبيق عملي دقيق لما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن المدارة هو هذا وإن الأصل هو هذا وإن الحق هو هذا وإن المعرفة الصحيحة الكاملة التامة هي هذه العقيدة السليمة هي العلاقة السليمة بإمام زماننا ولهذا فإننا نقرأ في دعاء الندبة ما نقرأ من حقائق مضامين العقيدة بشكل واضح حينما يقول الدعاء الشريف أين معز الأولياء ومذل الأعداء قطعا الأولياء هم حملة القلوب السليمة هل هناك من شك في ذلك إنني أتحدث في أجواء عقيدة محمد وآل محمد لا أبالي بما يقوله الآخرون من مخالف محمد وآل محمد أو من مراجع الشيعة وفقا للتشيع المرجعي السبروتي في أجواء عقيدة محمد وآل محمد قطعا الأولياء هم حملة القلوب السليمة القلوب السليمة على مراتب كل بحسبه قل كل يعمل على شاكلته على نيته على نيته على مضمون قلبه فكل بحسبه ومن هنا يأتي الحساب وتأتي المداقة يوم القيامة وفقا لمضامين العقول والقلوب التي تختلف من شخص لآخر إن كان ذلك في دائرة الأولياء أو كان ذلك في دائرة الأعداء على أي حال أعود إلى الدعاء الشريف أين معز الأولياء ومذل الأعداء الأولياء قطعا هم أصحاب القلوب السليمة الدعاء نفسه يبين لنا من هم هؤلاء الأولياء نستمر في قراءة الدعاء أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه 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 يتوجه الأولياء إذن هؤلاء هم الأولياء هذا هو تعريفهم الأولياء الأولياء هم الذين يتوجهون إلى وجه الله من هو وجه الله إمام زماننا الجملة واضحة حينما نقول أين وجه الله أين بقية الله هذا كتاب الاحتجاج وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم إنها الطبعة ذات الجلد الواحد الذي يشتمل على الجزعين صفحة 252 من كلام طويل مفصل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث في بيان مضامين مجموعة من الآيات إلى أن يصل في هذه الصفحة في الصفحة الثانية والخمسين بعد المئتين وهو يتحدث عن محمد وآل محمد فماذا يقول يقول وهم وجه الله محمد وآل محمد هم وجه الله وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم فثم فهناك فثم وجه الله يستمر أمير المؤمنين في كلامه هم بقية الله يعني المهدي هذه كلمات الأمير ما هي كلمات ماذا يقول سيد الأوصية وهو يتحدث عن محمد وآل محمد وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدي كلامهم واحد نورهم واحد طينتهم واحدة أصلهم واحد إنهم الكلمة الواحدة الأحدية الأولى التي صدرت من الذات الأحدية الأولى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الأولياء هم الذين يتوجهون إلى وجه الله كيف يتوجهون هل يتوجهون بوجوههم هذه قطعا هذا جزء من الأدب العارض التوجه يكون بالقلوب أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء يتوجهون إليه بقلوبهم إنها القلوب السليمة التي تحمل العقيدة السليمة ألا تلاحظون أن هذا المضمون يحاصرنا في كل الاتجاهات العقائدية بعيدا عن الاتجاهات العقائدية لحوزة النجاف تلك الاتجاهات التي تأخذنا بعيدا جدا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أين معز الأولياء ومذل الأعداء من هم الأولياء هم الذين يتوجهون إلى وجه الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء يتوجهون بقلوبهم بقلوبهم السليمة القلب السليم هو القلب الذي يتوجه إلى الحجة ابن الحسن فقط هذا هو القلب السليم أما هؤلاء الذين يتوجهون إلى عجولهم البشرية فما هم من الأولياء قد لا يكونون من الأعداء وإنما يكونون من أولئك القذرين الطفسين من تلك القمامة إنهم قمامة الشيعة إنهم القذارة والطفاسة بعينها لا يصلحون أن يرافقوا إمام زمانهم هذا في أحسن أحوالهم وإلا فسينقلبون ضده حسدا وحقدا وكمدا على أولياء علي وآل علي هذه هي الحقائق التي تجري على أرض الواقع الشيعي في القرون الماضية وفي هذا القرن وفيما سيأتي ولذا سيخرجون ألا لعنة الله عليهم سيخرجون سيخرج مراجع النجف ستخرج عمائم النجف بكاملها لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ألا لعنة الله عليهم سود الله وجواهم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا الوجه بحسب القرآن في سورة البقرة وفي الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من هذه السورة ولله المشرق والمغرب والحديث هنا عن المشرق والمغرب حديث عن كل الاتجاهات ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ماذا جاء في آخر الآية إن الله واسع عليم يحيط علمه بكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه رؤية الإحاطة ورؤية الإحاطة هي العلم المحيط الواسع الذي لا حدود له والذي تجلى من الله فيهم اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه فهل في علم الله درجات هذا العلم الأنفذ هو العلم الذي تجلى في الحقيقة المحمدية وإلا فليس في علم الله درجات فهناك من علم أنفذ وهناك من علم هو دونه اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه أكذا نقرأ في أدعية الشهر رمضان في هذه الليالي اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ اللهم إني أسألك بعلمك كله ولله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله هذا هو القلب الذي ليس فيه إلا الله أينما توجه فإنه على صلة بوجه الله هذا هو القلب السليم وهذا القلب السليم حينما يكون بهذا الوصف بسبب ما اجتمل عليه من عقيدة سليمة في هذا البرنامج أحاول أن أضع بين أيديكم ما أستطيع أن أضعه من صحائف العقيدة السليمة في الحلقات القادمة بعد أن أكمل الحديث في هذه المقدمات لازلت أتحدث في المقدمة الثانية وستأتينا تباعا المقدمة الثالثة فبعد أن أكمل حديثي في المقدمة الثالثة سأفتح لكم صحائف العقيدة السليمة بحسب فهمي بحسب توفيقي إن كنت موفقان نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر